موسيقى نتحول إلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث حث الرئيس الأوكراني بلادمر زلنسكي لتحاد الأوروبي على تجديد العقوبات على روسيا محذرا من أن القوات الروسية قد تهاجم دولا أخرى بعد بلاده كرر زلنسكي في خطاب ألقى أمام مجلسي البرلمان نتشيكي دعوات للاتحاد الأوروبي للسماح لأوكرانيا بالبدء في إجراءات الانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة من خلال منحها وضع الدولة المرشحة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة دمرت بواسطة سواريخ كالبير مستوضع ذخيرة يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا بما في ذلك مدافع هاوترز وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن المقاتلات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوترز الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للكوات المسلحة الأوكرانية وأضف أن الأنظمة الخاصة بالدفاع الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من تراز سيو 25 في منطقة دونتسك قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقت ما لمحاولة إنهاء الحرب بين البلدين وأضف الرئيس الفرنسي خلال تفاقد قوات بلاده في رومانيا أن أوروبا تحتاج إلى الردع على المدى الطويلة وخلال خطابه لحوالي 200 جندي فرنسي تجمع في قاعدة ميخايل جوغاليتشون جولاتيانو التابعة لحلف شمال الأطلاني الناتو في رومانيا قال ماكرون إن وجود قوات بلاده في رومانيا يجسد التضامن والأمن بأوروبا نا lazyيطاب سوانيا قوات بلاده في المقاطق الترجمة نانسي قنقر س lamppار